حين تجد حكومة غنية وشعبا فقيرا فابحث عن الفساد إنه كرة اللهب والإرث الثقيل الذي ينخر خزائن الشعوب فيذرها معدمة لا تجد قوتها والتصدي لآفة الفساد إحدى أكثر الحروب قداسة وحفظا لإنسانية وحقوق المستضعفين تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد دشنت قطر الجائزة الدولية الأولى التي تكرم فاعلين تركوا بصمة في مواجهة واحدة من أكثر آفات السلطة فتكا وتمنح جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني للتميز في مكافحة الفساد تقديرا للمؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساهمات استثنائية لمكافحة الفساد والوقاية منه حول العالم وتقدم سنويا بدعم من الأمم المتحدة وفي الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تكشف الستار عن تمثال اليوم العالمي لمكافحة الفساد كانت أصوات أخرى تحاول التشويش على ما يجري هنا هم عشرات وربما أقل من مؤيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أزقة فيينا ليس واضحا ما استدعى تجمع هؤلاء تحديدا هنا ورفع شعارات تهاجم قطر وقناة الجزيرة إذ لم يستجد ما يتطلب هذا الحجد من الهاتفين لنظام مصر في قلب أوروبا وحده الاعتراض على مكافحة الفساد ما قد يفسر دوافع هذا التجمع فهل رفعت لافتات تندد بالجزيرة لأن تحقيقاتها دخلت خلال سنوات ما يوصف بعش الدبابير كاشفة عن شبكات الفساد ومفيات تتربع على عرش السلطة وتتاجر في كل شيء من السلاح والأعضاء البشرية وصولا إلى القمح قوت المصريين وتنخر ظاهرة الفساد في جسد مؤسسات الدولة في مصر منذ عقود وهي تتفاقم يوما بعد يوم حتى بات المصريون مقتنعين أن الفساد مترسخ في التركيبة الجينية لمنظومة الدولة المصرية وما دونه استثناء وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أكبر هيئة رقابية مصرية كشف أن قيمة الفساد والأموال المهدرة في مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت نحو ثمانين مليار دولار هذا بالطبع نهيك عن نحو ستين مليار دولار قدمتها دول خليجية لمصر بعد الانقلاب لم يقدم للشعب المصري تفسير عن كيفية صرفها ولم يلمس عكاسا لهذا الإغداق على حياته ومستوى معيشته مليارات تتطاير إذن من خزينة وثروات مصر في الوقت الذي تستميت فيه القاهرة للحصول على قروض دولية بشروط تعجزية تثقل كاهل الفقراء وترهن حاضر المصريين ومستقبلهم ترجمة نانسي قنقر